السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله حسنا و ليكم كيف تغسلوا الافيسال مرات كنت ندروا مع انت و عنا يتغسلوا ما تخرجوا من ناشنقيين تخرجوا من مضبين والسبب اللي هو الصفايات اللي في الماشينة كي شدوا الباقيان تحت الماكلة يخلوا الماشينة ما تغسلش مليح وهنا يكاين هذو زور الصفايات هما اللي شدونا الباقيان تحت الماكلة مثلا الصفايات هذي انا كنت تجبدوها فاسي المون تتنحها هنا ثانية تجدوها يعني مبوشية معمرة وهذه ثانية تجدوه في الجوانب بنته وحا تجدوها كما نوريكم بسبعي هذي اللي متخليش الماشينة تغسل المليح ثم اشوفوا انها واني رجعتها كما نحيتها فاسي المون كينزوج مواد اللي نغسلوا بهم ما متواجدين فقاع الديار اللي هي خميرة الحلوية و بيكاربونات ثم انا نوزع البيكاربونات على الطرف نتعلم الماشينة كما كنت تشوفوا ونزيد نفرغ عليها الخميرة سحقوا صاشي 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 مش بزاف تم ملاحظة ثم غزف اللي غزفة لأستفادنا ثم غزفو مهار، الضغط تخلع لدنه تتعلم الملحة كما تتعلم المساء ثم غزفة ثم غزفة نجد كثير منها تكون ذوكة غزفة حيث ترى ثم غزفة افتحتها شوفو كيف نجبد الصفايا كيفها نقيا وانضي غير جديده ثاني الصفايا الدخلانية هذي وتلاحظوا الفرق كي تخصدوا الماعد بعد ما تخصدوا المشينة تلاحظوا الفرق ثاني باش تحافظوا على المشينة انتبوكم والفريجي درمت داخل والبرا ديروا شوي اخل وشوي اما كما كنت شوفوا ديروا في هذا القرعات باش يساعدوكم وحكمو تشليقة تعمي خوفي بغلاء اي تشليقة تقدروا تمسحوا بها ثاني ومسحوها مداخل ومن بره هكذا تضاين معاكم يعني تشدلكم مدة وتبقى جديدة ومحافظة على اللون انتحها وهكذا نمسحها مداخل ومن بره ونكون وصلنا لنهاية الفيديو واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليجام وتشتركوا في القناة اللي مازل مشتركوش وانتظروني في فيديو لاحظ مع السلامة شكرا 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 اعنا شكرا ترجمة نانسي قنقر